اهلا بكم مشاهدين لتفاصيل نشرتنا الاقتصادية من قناة الاجواء بداية شدد الوزير الاول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمن امس السبت بالجزائر على ضرورة الانتقال من مقاربة ادارية في تسيير المرافق الاقتصادية والعمومية الى مقاربة اقتصادية تسمح للاقتصاد الوطني بالولوج الى معالم جديدة واعتبر السيد بن عبد الرحمن خلال جلسة علانية خصصة للرد على انشغالة نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون المالية لسنة الفين واثنتين وعشرين ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس بحضور اعضاء الحكومة ان تغيير نمط تسيير المرافق الاقتصادية والمؤسسة العمومية يجب ان يتغير وذلك من اجل استغلال هذه المرافق بصفة اكثر جاذبية واريحية وفي نفس السياق اكد ايضا الوزير الاول على وجوب استغلال المنشآت الموجودة وغير مستغلة في مختلف القطاعات قبل اللجوء الى تسجيل مشاريع جديدة وذلك من اجل ترشيد تسيير المال العام خاصة في قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة العمومية وبخصوص ملف العقار ومسح الاراضي افدأ السيد بن عبد الرحمن انه تم المحافظة العقارية مع مصالح مسح الاراضي واصبحت تحت اشراف المديرية العامة لاملاك الدولة وذلك لتسهيل اجراءة منح الدفتر العقاري وعملية مسح الاراضي على المستوى الوطني وفي هذا الاطار اشار الى ان وضع النظام معلوماتي جديد في ادراك الجمارك حيز الخدمة سيعطي دعما قويا للمهام الرقابية للجمارك وفي ذات السياق شارى السيد بن عبد الرحمن الى انه في اطار التشريع الجبائية الساري المفعول تخضع المدخيل المتآنية من ممارسة النشاطات الفلاحية للضاربة على الدخل الاجمالي عندما يتعلق الامر بالاشخاص الطبيعيين على غرار النشاطات الاقتصادية الاخرى وابرز السيد بن عبد الرحمن عن تشكيلة هذه اللجان الولائية تم توسعها لتشغيل ممثلي عن القطاع الفلاحي وقطاعي الري وهذا لم يكن موجودا سابقا ومواضحا ان هذه التدابير الجديدة من شأنها اضفاء اكثر شفافية على التعاملات والتدفقات بين القطاعين الفلاحي والتجاري ما يسمح بتتبع احسن للعمليات والمتخيل الناتجة عنهما وفي اطار اخر يشارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب في المؤتمر والمعرض الدولي للبيترول ادبيك بابو ظبي والمبرمج عقده من الخامسة عشر الى الثامن عشر نوفمبر الجاري حسب ما افد به امس السبت بيان للوزارة واوضح البيان ان مشاركة السيد عرقاب في هذا الحدث الذي يعتبر احد اهم احداث صناعة النفط والغازة جاء بدعوتين من نظيره الاماراتي سهيل المزروعي ويجمع هذا المؤتمر الذي يتناول مسائل الطاقة وافق تطوير الصناعة الطاقوية وفرص الاستثمار ووزراء النفط والطاقة وقاد اكبر شركة الطاقة في العالم فضلا عن العديد من المختصين والخبراء في مسائل الطاقة حسب الوزارة استلم السيد محمد عبد الحفيظ هني امس السبت مهمه كوزير للفلاحة والتنمية الريثية خلفا للسيد عبد الحميد حمداني وذلك عقبة تعديل الوزاري الجزئي الذي اجره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم الخميس الماضي وجرت مرسيم تسليم واستلام المهام بمقر الوزارة وبحضور اطعارات القطاع وبهذه المناسبة توجه الوزير الجديد بشكره للرئيس الجمهورية نظر الثقة التي وضعها في شخصه مؤكدا انه سيواصل الجهود التي بذلها سابقه من اجل تطوير هذا القطاع الاستراتيجي واكد السيد هني في هذا الصدد على اهمية الفلاحة ودورها في التنمية والاقتصاد الوطني والازدهار الاجتماعي مضيفا ان الهدف للقطاع يتمثل في ضمان وفرة المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع لفائدة المواطنين من ناحية اخرى اشهد الوزير بالفلاحين والمربيين الذين علموا عملوا اقول خلال هذا الظرف الصعب والذي تميز بازمة اقتصادية وبظهور وباء كوفيد 19 وهذا لضمان تزويد السكان بالمواد الغذائية وفي الاخير شارك الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في مراسم تشييد جسري جناق قلعة 1915 اول جسر يربط اسيا باوروبا حيث تم وضع السطح الاخير للجسر الذي شيده باحدث الوسائل والطرق التكنولوجية بمقاومات تركية محلية وقام اردوغان بشكل رمزي باصلاح سمولة اخر لوح من اجمال 87 لوحا ومن المفترض ان يصبح اطول الجسور المعلقة في العالم اقول بعد اكتماله عام 2023 الى هنا نصل الى ختام نشرتنا الاقتصادية نشكركم على حسن الاسرائي والمتابعة في امان الله